طيب اسمح لي اروح تاني للشرك القانوني مع الوصول محمود البدوي في ناس كتير بتقول طب انا اجيب حق ازاي؟ ما انا مش عارف اوصله مين اللي هيسعيفني؟ هل في جدية ان انا اقدر لتعرض في الموقف ده ان انا اعرف اجيب حق بالطرق القانونية؟ طيب قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال بتاعك وهو سؤال مهم جدا في هذا السياق لان هيساعدنا على فكرة تحقيق المنظورة الخاص بمصطلح بنقوله كتير الردع العام والردع الخاص خلينا اقولك بس على ان حالك اتكلمت على ان في بعض ناس بيصوروا مراحل حياتهم اليومية في كل حاجة فانت النهاردة ده انتهينا كمان انت اللي سلمت نفسك طوعية واختيارا لكل الناس فتحت حياتك كلها غير حد تاني بتتاخد صوره او تتاخد فيديوهات وخلصة لازم نفرق ما بين الحالتين الحالة الاولى انت برغبتك واختيارك انت اللي سلمت نفسك زي كتير من القضايا شفنا ان معالم استشارة النقب العام او مكتب معالم استشارة النقب العام كتير من القضايا تم احالتها للمحاكمات الجنائية بناء على المادة اللي اتكلمنا عليها في جرائع مكافحة تكنولوجيا المعلومات اللي هي خاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة او نشر قيم تختلف وتتعارض مع قيم المجتمع المصري شفنا في كتير من الفتيات وكتير فتيات التكتوك واكتر من قضايا وهم حاليا بينفزوا فترة العقوبات بتاعتهم ناحية التانية بقى اللي هو بيتم الاستلاء على معلوماته خلصة ده يتصرف ازاي في بعض الناس يقول لك ده واحدنا ما عرفهوش ده على الانترنت لا الطمن اوي عندنا قسم خاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ده في عدد من الضباط المهندسين اللي هم الضباط المتخصصين هم زي ضفق الكريم ناس متخصصين عندهم علم عندهم درسات متقدمة قادرين على التعاطي بشكل ايجابي مع مثل هذه الجرائم وقدرين على تحليل البيانات والوصول الى مرتكب هذه الجرائم من خلال بتروح حضرتك بتتقدم بالبلاغ بيقعد معك حد من المكتب بيناقشك بيعرف منك ايه الموضوع بس خليني برضه اوضح ان فيه غلط احنا بنقع فيه في الاشكالات دي بتؤدي او بيؤدي الى ضياح حق الضحية ضياح حق الضحية لاني بنلاقي ناس مثلا تقولك ده انا عملت سكرين شوت من المحادس غلط انت المفروض بتتوجه الى المهندس الفني او الضابط المتخصص هو يخاف الاكاونت ما يلاقيهوش يمسحو لا هم قادرين على ان هو النهاردة لا ما ينفعش سكرين شوت دي ممكن تكون دي صورة متعدلة بالذكاء الاصطناعي او بالبرنامج زي برنامج الفوتوشوب لكن هو بياخد الديفايز بتاعك بيعرفه على البي سي بتاعه او الجهاز او اللاكتوب بتاعه وبيبتدي هو يفتح كأنك انت اللي فاتح الاكاونت داعك يعني ما تخش سكرين شوت من المحادسة او الابتزاز او مرشان بيخش عشان ده ده بنسميه قانونا ايه بنسميه الدليل الفني الدليل الفني ده هو اللي بتقوم عليه الجريمة النهاردة ممكن يكون جايب لك سكرين شوت انا وعمر بنشتم بعضينا كويس لكن انا دخلت عدلت عامر بيقول لي ازايك عامل ايه فانا روح تراضي بقوله الحمد لله فحد خدها رح معدل التكست دو تخليها اشتيمة او سب في طرف تاني لكن هو لازم بالجهاز نفسه عشان هو بيفتحه عنده على الديفايس بتاعه او اللاكتوب بتاعه مام يعلوم مهم وبيبتدي يسحب السكرين شوت هو عشان هنا النهاردة زي ما حضرتك بتروح مثلا تعمل محضر شيك في الاسم فالموظف الرسمي اللي هو امين الشرطة او السيد الضابط في الاسم هو اللي بياخد الكلام دا وبيمضيك ان انت فعلا انت عمري خليل وحضرتك لقاء فلازم يحتر هو بالديفايس بتاعه وبيبتدي يحضر بيبتدي الضابط او الضابط المهندس بيبتدي ياخد الكلام دا بيتعامل معاه وفقا بقى للمساري التكنولوجي بتاعه وبيبتدي يعمل محضر اسبات بالكلام دا وبيبتدي ياخد سكرينات هو او بياخد فيديوهات او بيسحب الفويس الموجود دا وبيبتدي دا بيرفق بالمحضر الاجراءات بتاعه وبعد كده بيتم تحرير محضر اجراءات بمحضر الاجراءات دا بيتم ارفاق به الادلة المستخرجة من خلال الديفايس او الجهاز بتاعك سواء كان فويس صوتي او سواء كان فيديو او حتى لو بوست على فيسبوك او اي منصة من المنصات وبتدي يرفق هذا الدليل الفني بالاوراق وبتدي بعد كده الاوراقته حال الى انياب العمال مؤقرة ثم الى المحكام الاقتصادية ووفقا للجريمة ووفقا لمجريات الامور عشان فيه ناس بيقولك ايه هو جريمتها ايه لا يا فاندم دا خد بالك دا ممكن العقوبة توصل للسجن المشدد وفقا لمجريات الامور وفقا لطريقة الابتزاز وفقا لطريقة التهديد وفقا للمنفع يعني مثلا ممكن يكون حد خد صور بنشوف كتير خطيب وخطيبة بيختلفوا مع بعض او زوج وزوجة بيختلفوا مع بعض عندهم صور خاصة او صور شخصية يبتدي ايهددها بهذه الصور او المحادثات او الفويسات فالنهار دا كتير كتير فاحنا بيبتدي ان هو يهدد بالكلام دا فممكن يطلب منها منفعة جنسية او يطلب منها اي حاجة من الحاجات دي فالنهار دا هذه الامور تكون في الميزان امام السيدة القاضي اللي بينظر القضية يبتدي النهار دا يشوف هل يبتدي من عند الحد الادنى للعقوبة سواء المالية او عقوبة الحبس ولا يوصل الى الحد الاقصى العقوبة سواء على المستوى المالي او مستوى الحبس دي بتختلف وفقا لكل واقع على حدة اشكر حضرتك انك وضحت لنا المصار القانوني لأي حد يقع على الانتزاز او فريسة للانتزاز او الاتهديد الالكتروني يعمل ايه بالخطة انا حياة باشكر لك على دا واسمح لي عاشق مش عايزة جورة على وقت البشمهندس بس انا عايزة اقول لكل الناس ان فكرة ان انت بتتعاطى بشكل ايجابي مع المجرم ان انت بتاخد الاكشن وتروح تشتيكي للجهات المختصة انت بتمنع الازع عن نفسك ابتدايا وعن الاخرين وبيحقق المفهوم بتاع الردع العام والردع الخاص الردع الخاص ان محمود اللي عمل الواقع دي مش هيسلك هذا المصار تاني والردع العام ان المجتمع ككل بيعرف ان محمود تم انزال عليها العقوبة ومعقبطه بالصف القانون فهيبتدي يفكر الف مرة قبل ما يأخذ هذا المسلك